موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الاقتصادية الأولى ونستهلها بأبرز العنوين الوزير الأولية رأسه اجتماعاً وزارياً مشتركاً لدراسة ارتفاع أسعار البن واتخاذ جملة من التضاوير موسيقى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن قرارات رئيس الجمهورية حول الصادرات خارج المحروقات موسيقى وفي النشرة جانت تسجل أرقاماً غير مسبوقة في عدد السياح الأجانب الوافدين إليها موسيقى أهلاً بكم بدايةً ترأس الوزير والأول نذر العربوي اليوم السبت اجتماعاً وزارياً مشتركاً خصصاً لاتخاذ تدابيراً لازمة في سياق ارتفاع أسعار البن العالمية وانعكاسه على السوق المحلية وجاء هذا الاجتماع تنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية المجيد تبون المتعلقة بالمتابعة المستمرة لوضعية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن وحسب بيان مصالحي الوزير الأول فقد تم خلال الاجتماع إقرار عدة تدابير على غرار المرافقة ذات الطبع الجبائي للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال تسقيف هومش الربح عند الاستراد والتوزيع بالجملة والتجزئة كما تم تخصيص رواق أخضر خاص للمستوردين من قبل مصالح الجمارك لتسهيل إجراءات استراد هذه المادة ثمن مجلسوات تجديد الاقتصادية الجزائرية القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصادرات خارج المحروقات كما أشد في بيان بالتوجيهات الصادرة والتي تتعلق بإعادة رسم خارطة التجارة الخارجية للبلاد توفيق سعلوري والتفاصيل بعد تحديد خطوات تعزيز المصاري الاقتصادي الوطني وإعادة رسم خارطة التجارة الخارجية للبلاد بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم المتعاملون الاقتصاديون يثمنون جملة التحفيزات الإجرائية والميكانيزمات التشريعية التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل دعم الصادرات خارج المحروقات في الحقيقة نصدر أيضا الصورة الإجابية للجزائر الجديدة ونعزز الروابط مع عجاليتنا في الخارج ونجدب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهكذا تمكننا من الدخول إلى أسواق الأوروبية مع علامات كبرى من قطاع التوزيع التي خصصت رفوف كاملة للمنتجات الجزائرية ونجاح هذه التجربة الأولى بفضل إقبال المستهلكين سوف تفرض انتشارها في بلدان أخرى الإجراءات الحاسمة ستسمح بزيادة كبيرة وملموسة في حجم وتنويع المنتجات المصدرة وتعزيز الصورة الإيجابية للبلاد ما من شأنه أن يساهم في تجسيد الرؤية المستهدفة للوصول إلى 29 مليار دولار سنة 2030 كصادرات خارج المحروقات حسب مجلس التجديد الاقتصادية الجزائرية وفي إطار تحقيق اجتدامة الإجراءات المتخذة والاستفادة من الممارسات الجيدة وأكد لكم سيد الرئيس على التزام وعز مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أننا سنظل في خدمة الوطن والمواطن الجزائري من أجل بناء اقتصاد أقوى خلاق للثروة وهذا عهد من سيد الرئيس ومن جميع أعضاء المجلس وكل متعامل اقتصادي نازيه وملتزم تسخير كل طاقات البلاد وتضافر جهود جميع الفاعلين في الحقل الاقتصادي لإنجاح رؤية 2020-2030 لسياسة التجارة الخارجية خاصة مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في رفع تحدي ضمان الأمن الغذاء للبلاد وتحقيق سيادتها الاقتصادية ناهيك عن تلبية الطلب المحلي والاعتلاء بالمنتوج الوطني إلى مصاف العالمية كشف المدير والعام للدوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان العناصري أنه تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز تم منها تحويل زياد من 113 ألف هكتار إلى دوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في إطار الزراعات الاستراتيجية وحسب تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية كدى العناصري عن هذه الأراضي الموجهة للتوزيع محيطات جديدة قابلة للاستصلاح وكدى مساحات متوفرة ومسترجعة من المحيطات التي سبق إنشاؤها في إطار برامج الاستصلاح السابقة والتي بلغت نحو 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة احسلت الجزائر المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج التين بعد كل من تركيا ومصر على التوالي بإنتاج قدرة بحوالي 13 ألف طن عام 2022 وحسب إحساءات منظمة الأغذية والزراع العالمية فإن الجزائر من بين العشر الدول الأكثر إنتاجا نظرا للعوامل المناخية الملائمة التي تتمتع بها الأراضي الفلاحية الجزائرية سجلت ولاية جانتر قاما غير مسبوقة في عدد السياح الأجانب برسم موسم السياحة الصحراوية 2023-2024 حيث بلغ عددهم أكثر من 11 ألف سائح ارتفاع يعود إلى الخط الجوي المباشر مع بريزة فضلا عن تزهيل الحصول على التأشير تقرير كريم مولود روس التصلي أو جانات قبلة ومقصد السياح الأجانب بعد أن ذاع صيتها في كل بقاء العالم أضحت الوجهات المفضلة لأشاق الطبيعة الصحراوية فبغض النظر عن السياح الجزائريين استقبلت عروس الصحراء عدد غير مسبوك من السياح الأجانب برسم موسم السياحة الصحراوية 2023-2024 بحيث أن الجزائر قد استقطبت أكثر من 11 ألف سائح أجنبية و21 ألف سائح محلي في موسم السياحة الشتوية لعام 2024 هذا إذا دلنا أن هذا الرقم يعكس أهمية وجاذبية جانات وجهة سياحية بامتيازة في فصل الشتاء الأرقام الإيجابية التي سجلتها جانات تعكس الإجراءات والتضابير التحفيزية المتخذ من طرف الدولة لإنعاش السياحة الصحراوية على غرار فتح خط جوي مباشر مع باريس وتسهيل الحصول على التأشيرة وتخصيص مرافق سياحية وعورة ترويجية نظرا لهذا العدد الهائي من السياحة المستقطبة إلى جانات أكيد هذا رجع إلى استراتيجيات لسياحة صحراوية مستدامة مطبقة بحكمة وحيكة من كل العاملين في قطع السياحي وسلطات المحلية لمنطقة جانات مشاهدة غرب الشمس الفريد من نواهي في صحراء جانات والاستمتاع بطبيعتها الخلابة التي هي أشبه بلواحة فنية تجربة استثنائية تستهوي كل السواحي المحليين والأجانب فجانات ما هي إلا عينة من الآلاف المناطق السياحية التي تسخر بها الجزائر ما يستدعي تثمينها لتذر أموالا بالعملة الصعبة تدعم بها الخزينة العمومية ألنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق رحلات جديدة من وإلى المدن الفرنسية بغرض تلبية الطالب المتزايد للجارية الجزائرية على تذاكر هذا الصيف حيث تقرر إضافة سبع وتسعين رحلة ضمن البرنامج الصيفي للشركة وهو ما سيزح توفير قرابة عشرين ألف مقعد إضافي عبر طائرتها هذا ومنذ إطلاق شركة الخطوط الجوية الجزائرية لعرضها التجاري أسرة في الثاني والعشرين أفرير الماضي بلغت حجوزات الصفر من وإلى الجزائر ضمن هذا العرض أزيد من 474 ألف تذكرة صفر ذهابا وإيابا حيث تم حز أكثر من 35% منها خلال شهر جويري الجاري ليبقى العرض ساريا إلى غيرة الـ 31 أوت المقبل أصدر قضية التحقيق بمحكمة دار البيضاء بالعاصمة أمرا بإداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت في قضية الاعتداء على الصيدلية بباب الزوار بالعاصمة وحزب بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة دار البيضاء وبعد فتح تحقيق قضائي ضد الأشخاص الأربعاء تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة العامة بجناية محاولة القتل العمدي مع السوق الإسرار والترصد وجنح إنشاء عصابة أحياء والمشاركة فيها والضرب والجرح العمدي باستعمال الأسلحة البيضاء كما أضف البيان أن العقوبات القصوى المقاررة لمثل هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام وفي خضم الشائعات عن زلزال مدمر قد يضرب منطقة البحر الأويد المتوسط ويكون مصحوبا بتسونامي استبعد قفراء وقوع ذلك باعتبار أن حوض المتوسط منطقة مغلقة ولا يمكن أن تشهد هذه الظاهرة الطبيعية تقرير هذا الحش مواقع التواصل الاجتماعي تعجب تحذيرات خطيرة مفادها توقع حدوث تسونامي خطير بالبحر الأبيض المتوسط أخبار تنقلتها صفحة عديدة بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحذر فيها المواطنين من التوجه إلى الشواطئ شائعة اعتبرها خبراء في المجال عارية من الصحة باعتبار أن منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة مغلقة ولا يمكن أن تحدث بها مثل هذه الظواهر البحر الأبيض المتوسط غير معني بالآفة تحت تسونامي لأن البحر هو مغلوق ستونامي تقرير تسونامي رهن في الزوسيان أطلانتيكي باسيفيك وإن يكون الزلزل العنيفة بتاع ثمانية على سلنام ريشتر وسبعة فاصل ثمانية يكون انهيار في سطح البحر هو اللي يكون التسونامي يتطلب مسافات كبيرة باش تكون قاتلة وتكون عنيفة بالأقل سمن آلاف تسع آلاف كيلو ماتر الشائعة غذتها بعض الأنباء التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي بدول عربية حقب رفع الرايات السوداء بشواطئها على غيران مصر وتونس بسبب ظاهرة انحسار مياه البحر وهو ما أكده المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية المصري في بيان له مؤكدا أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة تحدث بشكل طبيعي نتيجة التغيرات المناخية وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لها مطلقا بهدوث أعاصر مدمرة بسط هو أتكلم لأن كان البركان لفولكان في إيطاليا في هذا فولكان يكون بعض الزنازل المتوسطة وغير عنيفة بحركة المتوسط ما تبدش هو ما كانش علميا وتقنيا من المستحيل باش يكون تسونامي منذ المواطنية زمية مائن وما نحن في هذه الصورة تسونامي العنيفة في البحر المتوسط ويؤكد خبراء في الجيوفيزياء أن حدوث تسونامي يتطلب حدوث زلزال عنيف أسفل البحر قل قوته عن سبع درجات على سلم ريشتر ويحدث بعدها تسونامي في غضون 15 دقيقة وليس بعد أيام طب مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جاما خلال اجتماع لمجلس الأمن على ضرورة إنهاء مأساة غزة من خلال قرار حق الشعب الفلسطيني في قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تقرير أمين كوبي بطلب جزائري صيني روسي انعقد أمس الجمعة اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية حيث جددت الجزائر دعوتها لإنهاء المأساة في غزة التي تتعرض لعدوان الإبادة الجماعية السهلونية وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لا يجوز لنا أن نلتزم الصمت وعلينا أن لا نتطاعس وأن لا نفشل في أن نتحرك ونتصرف فالتاريخ وضع نصب عينه وأصوات الشعب الذي يعاني في غزة وألامه تتردد أصداؤها في هذه القاعة تتساءل مخاطبة إيانا مرددة سؤالا بسيطا واحدا إن لم يكن مجلس الأمن قادر على ذلك فمن وإن لم يكن الآن هو الوقت المناسب فمتى همجية ووحشية الاحتلال السهيوني لا تعترف لا بحقوق الأطفال ولا النساء أو الشيوخ ولا تتوقف عند الشعب الفلسطيني فحسب بل امتدت اعتداءاتها لتطال كل من يمد يد العون أو الإعانة للشعب الأعزل ففي غزة يصرخ الأطفال ويبكو جوعا وتغص المستشفيات بالجرحة والمحتضرين والأسر تعاني الأمرين في ركامي وأنقاضي ما كان منازلها يوما ما وهي ليست مأساة بعيدة عنها بل هي كارثة تتجلى فصولها بشكل فوري ونحن نشاهدها في بث حين مباشر بما يشكل تهديدا لجوهر إنسانيتنا الجزائر وفي كل محفل دولي وطني لن تستغني عن دعمها الكامل والمطلقة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفي الختام التذكير بأبرز الأنباء الوزير والأول يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة ارتفاع أسعار البن واتخاذ جملة من التدابير مجلس والتجديد الاقتصادي الجزائري يثمن قرارات رئيس الجمهورية حول الصادرات خارج المحروقات وتبعتم في النشرة جانيت تسجل أرقاما غير مسبوقة في عدد السياح الأجانب الوافدين إليها نهاية النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر